السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب النهاردة كروا بخير النهاردة هنعمل مع بعض حاجة اكيد كلنا يعني بالنسبة للناس اللي بتشتجل الكروشي اكيد طبعا هم نفسهم يعملوا الحاجة دي طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش حبابي لايك وسبسكرا بالقناة عشان تشجيع كلية هو اللي بيخليني هو اللي بيخليني أكمل الافكار يعني اللي عندي شوي طيب انا عندي ادراع ده كان ادراع شنطة تمام ده كان ادراع شنطة عندي اه وطبعا اه شنطة بازت بس طبعا اه الادراع سليم يعني ما فيهوش اه ما فيهوش اي حاجة خالص غير ممكن بس هي يعني الخط ده الخط ده انا السبب فيه لاني وانا بقطع الشنطة اه يعني وانا بقطع الشنطة للأسف تخدش مني فإحنا هنا عايزين نعمل فكرة تكون يعني كويسة يعني من غير ما إحنا نشتري نروح عشان نشتري مخصوص يعني الدراعين دول لو أنا شترتهم من بره مثلا ممكن هيدخلهم في رقم جامد يعني فإيه الحل؟ الحل بسيط جدا جدا الشكل أصلا نجيب حاجة نشرح بيها الشكل أصلا اللي بيبقى في الشنطة العادية هو هي بتبقى دايرة فطبعا عشان أنت تحطي دايرة الحديد وتقفليها كده محتاجة تخيط وعشان تخيطي كل دي أكيد أكيد هتتفك أو لو لزقتيها حتى هتتفك فالحل عشان خاطر يعني نرايح نفسنا خالص من الفكرة دي حل بسيط جدا إحنا هنبتدي إن إحنا نخرم من هنا خرم تمام؟ في المنطقة دي كده وهنسيب مسافة وهنخرم خرم تاني بس المسافة تكون كبيرة عشان دي اللي هيبتدي اللي هنخيط فيها الخيط طب ازاي؟ مثلاً هنجيب خيط تاخد شنطة برضو النوع التركي أنا مثلاً هنخرم هنا خرم تمام؟ وهنخرم هنا خرم هنبتدي نحط الدراع على مكان الشنطة تمام؟ وهبتدي إن أنا أستعمل الإبرة بتاعتي إبرة التنظيف وهبتدي إن أنا هبتدي إن أنا أوصل الخيوط بالشنطة ويأدكك ويأخرك زي كأنك بتركيب الزرار كده بالزبط بتركيب الزرار وبتبتدي إن أنت تشدي وتخيتي تشدي وتخيتي طبعاً دول يعني مكان الشنطة دوت أنا بفضل اللي هو يبقى كده يعني هو مثلاً أدي الشنطة أنا أعتقد أن ديه مثلاً الشنطة هتبقى كده هيتحط بالطريقة دي تمام؟ والمقابل ليه ناحية تانية أخوه تمام؟ هنبتدي نسبتهم بال بال بالإف وبعد ما إحنا هنخرمهم هنبتدي إن إحنا ناخد إبرة التنظيف وهنبتدي إن إحنا نشد وندكك لحد ما هتلاقيها عاملة كده يعني هيبقى الفرق عاملة كده بالزبط ده اللي هيبقى باين بالزبط في الجلد مكان ده طبعاً من جوه من كتر هتدككي 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 هتلاقي دي تخنت وباقت كبيرة فدي فكرة إن إنتي بقى تخرميها دي في مليون فكرة يعني ممكن طبعاً مبدئية ممكن إن إنتي تخرميها بدي تعادي تخرمي 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 لحد ما تفتح وممكن إن إنتي مثلاً ممكن لو في مكوى عندك مكوى اللي هي الكوية دي ممكن برضو إن إنتي تخرمي بيها الجل بس ده ما قلتلكم لازم نكون سايبين مسافة كبيرة عشان دي اللي هيمشي عليها الخيط عشان دي اللي هيمشي عليها الخيط وهتبتدئ إن إنتي تدككي منها بس دي كانت الفكرة بتاعت النهاردة طبعاً أنا بتكلم للناس المتوفرة عندهم جلد شنط دي حاجة هتفيدهم جداً إن هم ممكن بدل من يشتروا جلد شنط ممكن إن هم يستخدموا الاستخدام ده وإن شاء الله هحاول إن أنا أعمل فيديو تاني عن المستلزمات اللي أنا اشتريتها للشمط برضو إن شاء الله هحاول إن أنا أعرضها لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر